السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله داوي في تصريح خاص ان القطاع الخاص يمثل ركيزا للوزارة للمضي بتحقيق اهداف التنمية بشكل عام مبينا ان الوزارة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل وحوارات لتطوير مجلس القطاع الخاص المشكل من قبل وزارة التخطيط واوضح ان الوزارة ناقشت مع القطاع الخاص العديد من القضايا من بينها مستحقات المقاولين الذين نفذوا عددا من المشاريع الحكومية خلال الفترة الماضية ولم يتم صرف مستحقاتهم بسبب الظروف الاقتصادية والازمة المالية فضلا عن مناقشة التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع السياحة والزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى